اليوم استفتاءين عندنا أول سؤال يقول أبدعت وأمتعت اليوم في الملعب لمين تقولها؟ مين تقول له؟ أبدعت وأمتعت في الملعب تقولها الفريق الاتحاد؟ ولا الكونرادو؟ ولا رومارينهو؟ ولا أحمد حجازي؟ يلي تشاركونا في الاستفتاء على حساب البرنامج في تويتر وهذا هو سؤال الحلقة طيب نحط لكم السؤال على حساب البرنامج برضو هذا قدامكم حساب البرنامج في تويتر يا لطيف هذا قدامكم إلي تشاركونا في الإجابة على هذا السؤال الاستفتاء الثاني سؤال ثاني كم تم نحكز من كونترا مدرب الاتحاد من درجة إيجادة؟ كم تعطيه؟ من مية عطيناكم خيار الأول مية بالمية الخيار الثاني ثمانين بالمية الخيار الثالث ستين بالمية الخيار الرابع خمسين بالمية وهذا أيضا موجود على حساب البرنامج في تويتر كم تم نحكز من كونترا مدرب الاتحاد من درجة إيجادة؟ الله يحييكم ولمشاركاتكم وليودها برضو يعطينا رأية شرايكم اليوم في الاتحاد؟ شرايكم في براتحاد وأبهى؟ ترى على الفكرة عني من الطرفين كانت جميلة هي ممكن تشاركونا في نقطة نظام على رقم الواتساب اللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة واللي من خارج المملكة العربية السعودية خليكم سريعين يا شباب هذا الرقم الدولي الخاص بنقطة نقطة نظام اليوم الاتحاد سوى مباراة الحقيقة جميلة يعني كان يشرح القلب على قولاتهم الاتحاد اليوم عطى صورة يعني شوف الاتحاديين اصبروا صبر أيوب على الفريق صحيح كان الفريق يفوز في مواسم ماضية لكن ما كان مقنع مية بالمية يعني اتحادين مشكلتهم تعودين على العز تعودين على فريق ثقيل وتاريخ طويل في الاتحاد فاليوم يعني الاتحاد الجمهور 35 ألف تقريباً اللي كانوا في الملعب اليوم طلعوا مرضيين طلعوا يعني مبسوطين مش فوز بس فوز وتطمنوا والاتحادي اللي في البيت الآن يعني ممكن يتحدى الحين يلتفت على ترى يا ويه لكم ما عادت كذا وهدف مدري الشكلة وبلعبة تكتيكية لا لا فريق ثقيل واليوم فايز الاتحاد على فريق موضعي فريق أبهى فريق ثقيل ما هو فريق قليل وبداية مؤشر مهم جداً للاتحاد ما في شك أي أحد يحب كرة القدم السعودية بحيادية ما هو متعصب ما عنده ثقافة الكراهية تجاه الآخرين في بعض الجمهور عندهم مشكلة عندهم مشكلة أنا وبس تقول له من أحسن فريق قولك فريقي من أحسن مهاجم مهاجمي من أحسن لعبة في المنتخب لعيبتنا يا ما يشوف الله نفسه ما يشوف أحد وأي أحد يشوفه يحاول يتطور يرجع لمكانه يجيه هسهس لا 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 يلا بس أيوة كل واحد يرجع لمكانه وتلك الأيام نداولها بين الناس إذا في فترة من الفترات غابة الاتحاد عن الواجهة فهي لأسباب ولها قصص طويلة اتحاد الآن قاعد يرجع رضيت ما رضيت في بعض الجمهور بعض الجمهور المتعصب يعني يعتقدون الاتحاد بيجي مكانهم الاتحاد ما راح يجي مكان أحد الاتحاد راح يرجع مكانه وانت ترجع مكانك نبدأ